اهلا احبائنا مشاهدين في كل مكان عاوز اقرأ آية من مزمور 34 وهي الآية تشجيع لكل واحد منها مزمور 34 والآية 4 طلبت الى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي انقذني طلبت الى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي انقذني وعد كتير كتير جميل ولسيما في هذه الايام كتير ناس عم بتمر من مخاوف عديدة الخوف من المرض خوف من الوباء الكورونا والاخبار غير مطمئنة بشكل عام خوف من المستقبل خوف من المجهول خوف على اولادنا مش عم بيدخلوا المدارس خوف مادة بسبب الوقوف او تعطلنا عن العمل ومش عم منشتغل ومش عم منقبض معاش وهكذا مخاوف كثيرة اللي منعاني منها في هذه الايام العلاج كان بالنسبة للمرنم كان الثقة في الرب والاعتماد على الرب والوثوق في مواعيد الرب لاحظ الكلمات طلبت الى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي انقذني يعني منشوف في حالة صلاة ومنشوف من ناحية تاني الحالة اللي كان بعاني منها هذا الشخص مكتوب في نفس الاصحاح هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم لاحظ ثلاث مرات طلبت الى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي انقذني مرة تاني هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه والمرة التالت ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم لاحظوا الثلاث مرات منشوف في مخاوف قلبية من ناحية تاني منشوف استجابات الهية ومن ناحية تالتي منشوف ضمانات الهية في كل مرة فيها صرخة فيها صلاة منشوف فيها استجابة ثم نرى الضمان لهذه الاستجابة لاحظ مكتوب طلبت الى الرب يعني راح للشخص الصحيح للرب نفسه طلبت الى الرب فاستجاب لي ولما الله بيستجيب مش بيعطي بالقطارة من كل مخاوفي انقذني ومرة تاني هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم ينجيهم كلمة كبيرة تتكلم عن النجاة الجسدي والنفسي والروحي من كل النواحد هذه المخاوف سببت مشاكل نفسية للإنسان سببت أمراض جسدية للإنسان وسببت أنه من ناحية روحية تعبان جدا بيفقد الإنسان حرارته بصير عنده فتور العلاج أحبائي هو الالتجاء الى الرب وكما قال المرنم في موضع آخر حسن الاقتراب الى الله أو كما قال الرسول يعقوب اقتربوا إلي فاقترب إليكم هذا الاقتراب عن طريق الصلاة أول شيء تعبير أنه أنا محتاج للرب تعبير عن التواضع الداخلي عن انسحاق الروح وفعلا أنه أنا محتاج جاية للمصدر لأنه أصعب شيء الكبرياء أخطر شيء العناد وأصعب شيء لما الإنسان بيعرف وين العلاج لكن بيبتعد عن المصدر في نفس المزمور 34 مكتوب قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنصحقي الروح كثيرة هي بلاي الصديق ومن جميعها ينجيه الرب العاوز يعني بكلمات مختصرة أنه لاحظ أن عمل الرب عمل كامل طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مش من نوع معين من كل مخاوفي أنقذني هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ومن كل ضيقاته خلصهم وينجيهم نجاة كامله اللحظ بقول كثيرة هي بلاي الصديق ومن جميعها ينجيه الرب حباء الرب موجود الرب حي الرب بيسمع وبيستجيب الصلاة ولمين عاوز تلتجئ في الظروف الصعبة في الظروف القاهرة لما الإنسان بيفقد كل رجاء وبيفقد مصدر المعيشة وبيفقد أمور كثيرة في حياته اللي بتسبب مخاوف كثيرة نلتجئ للرب وعندما نمتلئ من روح الرب هو روح القوة لأنه الله لم يعطينا روح الخوف بل روح القوة والمحبة والنصف الله لم يعطينا روح الخوف أيضا للعبودية لأن الخوف بيستعبد الإنسان بيصير الإنسان يتحرك بالأوهام يتحرك بالقلق بيتحرك في في الضيقات اللي بشايفها بس أمامه لما الإنسان بيكون في مستنقع من الوحل صعب أن يشوف النجاة أو صعب أن يشوف اليد الإلهية لكن لما بلتجئ للرب والرب بيملأني من روح القدس هو روح القوة روح المحبة المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج لأنه من خاف لم يتكمل في المحبة أنا عاوز أقول لكل أحبائنا مشاهدينا إحنا معاكم في الصلاة إحنا واحد في المسيح وبحب تعرفوا إنه إحنا فعلا منصلي من أجل كل احتياج في ناس خايفة من المرض في ناس عم بتمر في ظروف صعبة ظروف مرضية وسمعوا أخبار مش حلوة من الطبيب ثق في الرب ثق في معاملة الله ومن كل ضيقاته ومن كل مخاوفه الله بيعمل عمل كامل هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصهم طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني اليوم أنا عاوز أعطيك رشيتة كتير كتير حلوة ومنحة شو رأيك إنك تقرأ اليوم مزمور أربعة وثلاثين ثلاث مرات وتجتر على كلمة الله وتشوف وعود الله كيف رح تلمسك وتطلعك من الكآبة وتطلعك من اليأس وتطلعك من العبودية ومن القيود وتطلعك من الأوهام وتطلعك من المخاوف وتطلعك من الديقات وتطلعك من البلاية لأنه مكتوب ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر المجهول والمستقبل في يد الرب شو رأيك تحط إيدك في يد الرب لما أنت بتحط إيدك في إيد الرب الله بيأتي إلى معونتك صرخ بطرس يا رب نجني فجاء المسيح وانتشل بطرس ممكن تقول مثل العشار يا رب ارحمني عندها قال يسوع خارج ذاك مبرر لأنه الله بيستجيب بالحاب ومن كل ضيقاته خلصهم إذا أنت بتمر في ظروف صعبة وصلت إلى حالي صعبة جدا قل له يا رب انظر إلى ذلي وتعبي ولما بتنظر اغفر جميع خطيئي هاي الآية موجودة في مزمور 25 الرب حي الرب موجود طلبته إلى الرب فاستجاب لي اختبار بيتكلم عن اختبار كيف الرب طلعه من المأزة طلعه من المخاوف ومن كل مخاوفة كل اللي أنا كنت خايف منه الرب خلصني يمكن عندك إحساس بالخزي والعار يمكن عندك إحساس بعذاب الضمير وبالشكاية المستمرة اطلب من الرب يستطيع أن ينقذك ويخلصك إلى التمام على فكرة شارك هذا التأمل مع آخرين وكمان بحب أسمع تعليقك وإذا أنت قرأت مزمور 34 بحب أعرف منك ايه الأشياء اللي لمستك في هذا المزمور يعني في وعود كثيرة وعود في تزديد الاحتياجات وعود في النجاة وبتشوف كثرة الأيام والحياة طويلة كلها موجودة في هذا المزمور أنا بدي أعطيك هاي اليوم هدية لإلك تقرأ مزمور 34 وشاركنا شو الرب كلمك من خلال هذه الكلمات والرب يباركك لك شكرا